فجعلت تتبع تلك الحبال لا أدري أقدم الآن ولا أؤخرها من قال لك أولاً إنها صارت فعباناً قال الله وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقفوا ما يأفكون سأل كل العرب وكل عاكل فإذا هي هي على من تعود على العصا ولكنهم إذ ألقى موسى العصا عند ثرعون فصارت فعباناً صاروا يظنون أن موسى ما ألقاها إلا صارت فعباناً فقلنا لهم وحين ضرب البحر صارت فعباناً كذلك فلما ضرب موسى بها البحر يلزم أن تتثعباً لا يلزم فكانت حبالاً وعصياً فألقى عصاه فتلقفت العصا العصية والحبان إنما من سيّرها اقطع لنا بعهد من الله ورسوله وثبت سند لا ريب فيه أن العصا صارت ثعباناً عند السحرة يقيناً آمنا صارت حية عند موسى أول ما أراه الله ولما ألقاها عند فرعون فإذا هي ثعبان مبين سلمنا يقيناً لما ألقاها عند السحرة من قال لكم إنها صارت ثعباناً ألق ما في يمينك ألق ما في يمينك يمينك العصى تلقف العصى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحة أين الثعبان والحية؟ دعكة أين التنين؟ أين الرأس والقوائم والأدراس؟ العظيم المهول أين؟ وتخالفه وتطعن في العلماء